السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك صبي يقال له زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي المنافق يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فنقل هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن معه من يشهد له وظن قومه أنه صغير أو أنه نقل من الكلام ما لم يقع فلم يصدقوه فخفق الهم برأسه وقال فأصابني هم لم يصبني مثله قط فأنزل الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك يا زيد فكم في هذه الدنيا يا أخوان من أبرياء اتهموا في أماناتهم أو أعراضهم وهم براء شرفاء أتقياء أنقياء صادقون فأصابهم من الهم ما أصابهم والله تعالى لن يضيعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة